تنفيذاً للأمر السامي لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية والقانونية لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للإستحقاق الطبي ويأتي استحداث هذا الوسام تقديراً من جلالة الملك المفدى للجهود الطبية للأطباء والممرضين والطواقم الطبية وكذلك الذين استشهدوا أثناء تأدية واجباتهم الطبية والأشخاص الذين كانت لهم إسهامات وخدمات جليلة في الدعم المادي والمعنوي للكوادر الطبية وهو ما يمثل امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السامي من جلالته أيده الله للجهود المتواصلة لكافة الكوادر الوطنية بالصفوف الأمامية والجهات الموسى نيدة لها والتي تميزت بالمتابرة والشجاعة والصبر على الصعاب ضمن الجهود الوطنية الجامعة في التصدي لجائحة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر